لكن نذهب أيضا إلى سيادة الوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأنه من مبارح في موضوع عامل دوشة موضوع خاص بالسحل الشمالي وتحديدا ناحية مراسي وزي ما أقول لكم في الآخر كده على بلاطة إحنا لسنا ضد الإساسمار أبدا إحنا مع الإساسمار ولكن هناك شروط إيه اللي حصل عايزين نعرف إيه اللي حصل في هذا المشروع إيه حكاية السحل الشمالي يتآكل إيه حكاية أنه البحر ما بقاش بحر إيه حكاية المية بقتش مية إيه التغير اللي حصل في المية إيه الصخور اللي موجودة إيه حكاية هل ده مرتبط بالتغيرات المناخية ولا كان فيه إجراءات بتتعمل في هذه المنطقة في مراسي هي اللي قدت إنه يحصل مشكلة في البحر في هذه المنطقة وإيه اللي حصل في قرية مراسي وبالتالي نعرف إيه اللي حصل في مائة البحر سيدة الوزيرة مساء خيري فندم مساء النور أستاذ أحمد إزاي حضرتك عامل فيه الحمد لله فندم إزاي حضرتك أولا خلينا نبدأ على طول هل الساحل الشمالي يتآكل أستاذ أحمد الساحل الشمالي في الوضع الحلي بيحصل له تغيرات في الشاطئ بتاعه هذه التغيرات فيها جزء عوامل بشرية وفيها جزء عوامل طبيعية القصة ببساطة شديدة هي بدأت من فترة وهو حكتي خلينا نخصر المشكلة في قصة جزء خاص في نوعية المياه وهي العقارة في نوعية المياه وهتكلم على الشكوى اللي جات للوزارة في العيد وماذا كم في هذا الشأ وجزء آخر هي سخور وترسيبات لم تكن موجودة في خلال الأعوام الماضية أيوة طيب عشان ندرس المشكلة احنا بنقول دايما احنا بندرس الموضوع بطريقة علمية ومين اللي بيدرس يعني خلينا نقول بندرس ازاي ومين اللي بيدرس وما هي الإجراءة أول حاجة لأي مشروع بيتم سواء في الساحل الشمالي أو في البحر الأحمر أو ما إلى آخره بياخد موافقات من جهات مختلفة عندنا اللجنة العليا للترخيص من خلال وزارة الموارد المائية والرأي فيها جميع الجهات داخل الدولة وزارة البيئة التنمية السياحية المجتمعات العبانية المحافظة الجهات الأخرى المعنية كل واحد لما انت بتعمل مشروع لازم تاخد موافقات من كل الجهات دي فاللجنة بتطلب مجموعة من الدراسات الدراسات دي بتقدم وبعدين بعد كده بيبقى كل جهة بتدي الموافقة بتاعتها واللجنة بتاخد قرار جماعي بالموافقة أو التعديل أو ما إلى آخر عظيم شركة خدت موافقات في 2017 شركة أعمار أه خدت الموافقات اللازمة لإنشاء هذه المدينة أجينا السنة اللي خاتت لقينا الحكتين اللي أنا بقول للحضرتك عليه ومتزمنوا مع وقود المدينة خد الموافقات عشان إنشاء أستة الوزيرة معلاش عشان إنشاء المدينة 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 وبعض المشاءات الأخرى اللي موجودة برضو في نفس هذه القرية شأنهم شأن القرى الأخرى برضو اللي بتاخد هذه الموافقة اللي حصل إن السنة اللي فاتت بدأت المية تبقى لنها عكر ماشية ما تبقاش صافية زي ما هي وفي بعض السخور اللي ابتدت إن هي تظهر ومن المناسبة هذه السخور موجودة في القرى المجاورة وموجودة عند مراسل في الدموماسين أعتقدوا فيه السلة في الدموماسين والسلة وفيه في مراسل في الخليق في الخليق كله بتاع السيد يا عبد الرحمة فتم تعيين شركة دولية بتبص على هذا الموضوع وبتشوف السخور دي الأسباب بتاعتها هل هي تغير المناخ هل هي الأعمال اللي تمت فيه الملينة هل هي إجراءات أخرى اتعاملت بطريقة مش منصبوطة قدت لوجود هذه السخور وما نوعية هذه السخور هل هي سخور كانت موجودة أصلا في هذا المكان ولا نشأت بسبب أن أصدر والجزء الثاني اللي أنا بقول لك إن إحنا تبلغنا به هو الجزء اللي خاص فيه نسبة العقارة اللي موجودة في الماء في الوقت ده وده اللي بيخص الوزارة البيئة اللي هو النوع اللي خاص بالماء لإن إحنا عندنا كما قلت لخضرتك لجنة عليا للترخيص وعندنا أكتر من جهة الجهة اللي مسؤولة بتبقى عن الشواطئ هي هيئة حماية الشواطئ تبع وزارة الموالد المائية ورأي وزارة البيئة مسؤولة عن التأثيرات البيئية ونوعية المياه وما إلى أحد نزلنا نزلنا السنة دي والسنة اللي فاتت السنة الفاتت والسنة دي السنة دي نزلنا في العيد لما الشاكوة جاء وذي ما وضحنا في البين ثلاثة يام وربعة من يوم الحد اليوم الثلاث بالحقيقة لقينا أعمال تكريك هي كانت السبب فيه اللون بتاع المياه اللي تغير الكاروات هي السبب الشركة كلمنا معيها استجابت وقفنا أعمال التكريك بتدينا ناخد عينات بتدينا نتابع الموضوع وفي خلال يومين ثلاثة المياه رجعت بنسبة نقول 85% لـ 90% اللون بتاعها اللي هو كان قبل كده مش بنسبة 100% طيب الإجراء اللي بتاخده الدولة دلوقتي إن فيه اجتماعات بتواقت عشان خاطر الشركة اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي تم تعيينها الشركة الدولية أيوة إن هي تدرس التقرير المبدئي بتاعها تعمل تقرير مبدئي لسه بنبص فيه أنا مبدئيا عنوين وإيه لا التقرير بيتكلم على واحد زواهر طبيعية بيتكلم على نمر اتنين الجزء اللي خاص بالتكريك اللي هو حاليا نوقف نشي تماما من يوم الحد اللي فات اللي هو الحد بتاع أول يوم العيد وبيلسه بيستكمل الدراسات بتاعها وطلبنا سرعة انهاء التقرير النهائي طب سيد الوزير الخط اللي هو خط الطرد للقراك عن الساحل بيبعد قد ايه ده اللي عامل مشكلة المية بيبعد قد ايه الخط بتاع الشاطئ والسخور مشكلة الاولانية اتعالجت بنسبة 90% في نوع لون المية والعينة بتاع نوعية المية اما بالنسبة للجزء اللي هو اللي خاص بالنح بننظر دلوقتي هل هو فعلا محر وتغير المكان بتاع خط الشاطئ ام هي سخور اتعاملت نتيجة تلسيبات معينة اتعاملت وما هي الحلول اللي موجود بنهاية طيب اللي بيعمل الكلام ده حضرتك تاني اللجنة مولية للترخيص عصن كل جهة لها الجزء بتاع ما يسمى الصوات اللي هجوز الدي الهاتف المية السياحية مجتمعات العمرانية الدراسة اللي بتعملها الشركة الناس بتوع مسؤولين النقل البحري مش المفروض ليهم دور هنا وهل هم اعتمدوا مثلا المكان او المنطقة اللي هي التكريك بيتم وانا باخد المخلفات او اللي بيتم تكريكو بيتم في منطقة معاناة هل هم اعتمدوا الكلام ده المعثقات اللي هي منطقة نواتج التكريك هل ده معتمد من وزارة النقل او من قطاع النقل البحري القطاع النقل البحري مسؤول عن حيثة معاناة النواتج التكريك المخلفات بتاع التكريك بتبقى خاصة بحماية الصواتق مع وزارة النقل البحري هو اللي بيدي الترخيص للمارينة وده كان يعني قرار جماعي كلنا استغلنا عليه ولكن اللي مهم الإجراءات اللي اتعملت إن احنا كنا الصيف اللي فات بنشكك يمين حاكتين أوكي النهاردة الصيف ده احنا فيه جزء انتهى بالكامل وفيه جزء تاني لازم ندرسه ليه لازم ندرسه حضرتك عشان لما ندرسه لا عرف نحن له صح هل هو زي ما انت بتقول هو هل في ظواهر طبيعية تغير مناخ هو السبب طب هو هل فيه تراجع في خط الصاطق طب هي فيه تراجع في خط الصاطق فلازم كل الحاجات دي تدرس من مختلف التخاصصات اللي بتبصها هل تم مخالفة الشروط أو المواصفات اللي منصوص عليها تبقى ليه هاية حماية الشواطق يعني إنه فيه مواصفات معاينة تقدمت وفقنا عليها هم رموا هزين مواصفات ضربوا بيه عرض الحلقة توعمل اللي هم عايزينه من غير ما حد يتابع أو يراجع لا هي حماية الشواطق بتتابع على كل الأعمال اللي بتتم وبتبص على الأعمال أول بأول اللي بتتعمل على يعني إحنا لما بديد دي موافقات الجهة اللي بتدي موافقات بتبص على اللي حتبص على الإجراءات بتاعتها وبتبص إن هي تعملها ازاي طيب إحنا دلوقتي الناس هتعمل ايه أو القرى اللي تضررت أو الناس فيه ناس بالمناسبة مش عارفين ينزلوا البحر طبعا والناس راحت صيف مش عارفين وناس عملين يبعاتوا حضرتك موجودة معنا مش عايزوا له حاج بيقولوا طبعا لإنه فيه ناس أجازتهم بتضيع وهم في الآخر بيتفعوا تامن حاجة هم مش مسؤولين عنها طيب إحنا زي ما قلت إحنا دلوقتي المية اللي موجودة المية نفسها اللي كان مشكلة موجودة اللي ناس ما كانتش قادرة تنزل البحر لا مش عاش المية بس والسخور كمان والسخور فإحنا دلوقتي بنشوف الإجراءات اللي ممكن تتعامل يعني حماية الشواطئ مثلا السنة اللي فاتت ابتدت تعمل في بعض القرى كإجراء مؤقت اللي هي تغذية بالرمال تمام كده على السخور عشان يبتدي إنهما يشوفوا حل لهذه القصة ولكن اللي إحنا طلبينه دلوقتي إن إحنا محتاجين حل عجل نقدر إن إحنا نضعه مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة وما هي الإجراءات طويلة المدى وما هي الإجراءات اللي هتتعامل من الأنفطة اللي بتعملها الشركة طيب في بعض الناس بيبعاتوا بيقولوا إنه في بعض الكتل كتل حجرية يعني عمرنا ما شفناها في هذه المنطقة ما عرفتوش دي جات إزاي ولا هي كانت موجودة يعني إيه الحكاية ولهم مثلا حابوا يداروا على حاجة فبدأوا دفنوا حاجات وبالتالي تم كشفها بعد كده بالأمواج لا حضري طيب ممكن تكون هذه الكتل تكونت الحقيقة بسبب بنعرض نمازج للوضع الموجود فضل يا فندم لا أنا مش شفت تمام بنعرض نمازج يعني حاجة ما لاش علاقة ببحر بالصراحة ولا شاطئ فضل يا فندم فالكتل دي قد تكون حديثة التكوين كما حضرتك ما بتقول بسبب أن لما تحصل أعمال التكريف الجير ابتدأ يطلع تكون مع الرملة فأحدث هذه الكتل لأن الصخر لما بيبقى موجود تحت المية بيبقى جامد حضرتك مش مش بيبقى خفيف أو موجود بطريقة ظاهرية يعني لسه حديث الظهور فالدال برضو من الحاجات اللي احنا بندرسها ما هو موجود فعليا في البحر وما هو موجود خارج البحر أصلا كده بقول كل الجهات بتقعد بتستغل على القصة دي وبنرجع لبيت استفاري الدولي يقتر يدينا برضو طائفي هذا المحر هل وارد توقف هذا المشروع ولا هذا المشروع مستمر ولكن بطريقة معينة حضرتك التكريك وقف حضرتك التكريك أنا في أول المحلقة حتى البيان قال كده تكريك وقف المفيش دلوقتي تكريك بيتعامل في هذه المنطقة في إنفاء هذه المرينة عشان يتبب الجير اللي هو بيغير تاني النوعية بتاعة الميا وقد يكون هو برضو السبب في إنفاء أو ظهور هذه الصخور عشان كده بقول إحنا بندرس داد الوعد الناس أيضا خبراء بيقولوا لا إنه ما سألتوا الصخور دي ما فيش حاجة اسمها حديثة التكوين إنه دي لازم يبقى لها أوقات طويلة مش لازم تبقى تعاملت النهاردة وهم بيعملوا تكريك فتظهر الكلام لا مش النهاردة لا ما هم بحضرتك لا التكريك كان شغل بقاله تنوى نصف دلوقتي فأنا ما قلتش إنه هو النهاردة تكريك لو حد بيقرق عشان ينشع حاجة هيخلصها في شهر أو اثنين هياخد مدعو بل ما يشتغل على القصة دي طيب إيه الحلول المقترحة حاليا اللي قدامكم إيه اللي قدامنا عشان أولا للناس اللي هم يعني القرى المجورة وأيضا إحنا زي بيقولوا ألو ألو سيد الوزيرة طيب نتكلم سيد الوزيرة تاني نتكلم سيد الوزيرة تاني سيد الوزيرة معنا ألو سيد الوزيرة تفضل يا فندم هل تسمعني معيه فهو الخط بس فصل لا رجاء تاني طيب إحنا هل تتأخرنا مش كده سيد الوزيرة في المعالجة أو المتابعة لهذا الأمر تتأخرنا شوية لا إحنا بنتابع الأمر دوا من الصيف اللي خات النواتج التكريك والطريقة اللي بيتم التكريك بيها تم إعداد دراسة بسطين عليها واستغلنا مع الشركة اتنين الجزء اللي خاص بي الصخور اللي بتظهر وما إلى آخره الشركة الدولية قدمت التأرير المبدئي طلبنا تعديلات وطلبنا ملاحظات عليها وقلنا بسرعة قدمولنا التأرير النهائي وكل الجهات قعدة على القصة دي وبتجتمع على القصة طيب سيد الوزيرة إذا الكلام ده بقاله سنة ليه ما وقفناش التكريك من السنة اللي فاتت وبدأنا نوقفه النهار ليه لو كنا وقفنا من السنة اللي فاتت ما كانش حصل المشكلة دي زادت زي ما احنا بنتابعها الوحي كونه بيقرقوا السنة اللي فاتت برضو عشان حكي تبقى عارفه ما كانش فيه بنفس النسبة اللي احنا وجدناها يوم الاحد اللي هو كان اول ايام العيد كمام؟ لان احنا وقت لما هم ابتدوا انه هم يقرقوا هم استجابوا لللي احنا اتلمنا فيه كيفية التعامل مع التكريك ونوايتك التكريك ووضع احوال وكل الحاجات دي كلها هو اللي حصل اذا حصل بعض الاخطاء العملية دي وهي بيشتغلوا فيها وبالتالي اخدنا الموقف اه على طول في ان احنا هنوقف ده ومش هتشتغلوا دلوقتي وده الاجراء اللي احنا اخدناه من يوم الحد بتدينا ان احنا اتبع ده وبنشتغل دلوقتي على موضوع السوق هل فيه دراسة عاملة حول خط الشاطئ او اتزان خط الشاطئ وهل تم الموافق عليها من اي وزارة من الوزارات المعنية في البلد الجزء ده بيخص طبعا وزارة الري وهي اللي بتدرس الموضوع بتاع خط الشاطئ واتزان خط الشاطئ في كل المشروعات اللي هي بتعملها لا لما بتعود وستانة الوزيرة مش انتوا لجنة مع بعضك وزارات مسؤولة مش كده طب مش الحاجات دي بتتعرض ولا كل وزارة بتشغل وحدها لا طبعا احنا كلنا بنعرض الكلام ده كله فاحنا النهاردة لا في اجتماع مع بعض ولا من خلال يعني بعاد عن بعض معاليتش انعايز زفن بس الحكاية لا في اللجنة العليا بنعود كلنا مع بعض الاول بيعود كل جهة بتدرس الدراسة بتاعتها وبتدرس الجزء بتاعها وبعدين بعد كده بيعودوا كل الجهات مع بعضها تبتدي ان هي تقول رأيها لو فيه تعديلات لو فيه حاجات عايزة ان هي تعمل طيب النهاردة نقدر نطم الناس نقول لهم ايه يعني الناس اللي هلأنا والناس اللي هي يعني يعني زين بيقولوا كده رمينا فلوسنا يعني خدنا في اماكن متميزة ودفعنا ملايين والنهاردة مش عارفين حتى نتمتع بالبحر نقول لهم ايه فاندم هنقول ان احنا الدولة شغالة في اجراءات عاجلة وبتعمل الدراسة وهتحلصها في اسرع وقت للاجراءات التصحيحية الاستكمال لما اقامت به من اجراءات ووقف الجزء الخاص بي التكريك والاعمال الاخرى طيب الناس يعني بنتكلم خلال مثلا فترة دي اسبوع اثنين شهر مثلا احنا بكرة ممكن نعمل المدخلة دي نكون اجتمعنا البكرة في اجتمع على اللجنة العليا للترخيف فنقدر ان احنا نشوف الكل دراسة من الدراسات اللي احنا طلبنها هتخلص امتى مع الشركة اللي هي بتشتغل معي طيب سيد الوزيرة عملنا المعاينات خدت منه وقت يومين ثلاثة اربعة المعاينات اللي احنا اشتغلنا عليها اشتغلنا على اربع تيام كانوا الحد والاثنين والثلاث والاربع اللي هما من اول الشكوى ما بدأت ان هي تظهر وقرية الدبلوماسيين الحقيقة يعني قدموا شكر للوزارة البيئة اميل بي وان هي تحركت بسرعة والعينات اللي خدتها على مدى الثلاثة اربع تيام للانتهاء بنسبة تسعين في المئة من العقارة بتاعة البيئة هل انا دلوقتي عندي مشكلة اعطاء بطول الساحل بالكامل سواحل بتاعتنا با عندي مشكلة لو انا النهاردة دا يدينا رسالة انه نبدأ نفكر واعتقد دائما فيه اجتماعات خاصة سيد الرئيس عشان الحواجز وحماية المئات المليارات من الجناهات الموجودة هذه الاستثمارات لازم نحميها احنا نحمي حكتين حضرتك حماية الشواطئ خليني بس اوضح الحتة دي بعيد عن الجزء اللي خاص دي الفركة حماية الشواطئ بتتأثر حضرتك بتغير المناخ ودي حقيقة ان الشواطئ بتاعتنا بتتأثر بتغير المناخ وبيحصل نوع من انواع التهديد لخط الشاطئ وبيحصل ارتفاع لمنصوب سطح البحر وزارة الموارد المائية والرأي ممكن انا عملت برضو مدخلة قبل كده في هذا الشأن بدأت من 7-8 سنوات تعمل اجراءات حماية للصواطئ من ارتفاع منصوب سطح البحر من هذه الظاهرة بتاعت تغير المناخ هل اسنى منصوب سطح البحر شفناه منخفض ولا مستوي ولا مرتفع لا هو بيرتفع يا فندم في ادراسات الموجودة ما بين ربع سنتي لنصف سنتي بيحصل ارتفاع لمنصوباتها البحر مش عندنا بس في بعض الدول اللي اكثر هشاشة واكثر عرضة لاثار تغير المناخ وبالتالي وبالتالي انه عندنا مخاوف او مخاطر وعندنا مخاوف بنعمل اجراءات حماية اجراءات الحماية دي بتبقى عبارة عن سدود بتتعمل في اماكن معينة من البحر المختصين في وزارة المعياد المائية ورأي بيعملوها ظهر مؤخرا التديم نشتغل عليه هو اجراءات الحماية من خلال المواد الطبيعية المواد من الطبيعة اسمها نيتشور بيست سولوشن اشتغلنا عليه مع وزارة الري في رشيد وفي اسكندرية وفي دمياتهم كم مليون مشروع ده تكلفته 34 مليون دولار غير 7 مليار دنيا وزارة المواد المائية والري بتحطها غير نظام الانظار المبكر اللي موجود عندهم بكيفية ارتفاع من في سطح البحر والعاصير او الامطار اللي بتيجي فيوقات معينة في اسبانيا النهاردة الحرائي بتضرب العالم من اوروبا الى امريكا كاليفورنيا اسبانيا البرتغال في المغرب كمان اشقال المملكة المغربية اليونان عدد من دوله وبالتالي فيه خسائر كمان في الارواح كثيرة ايه اللي بيحصل في العالم وده معناه رسالة لكل دول العالم عندنا القمة القادمة في نوفمبر في شرم الشيخ كله بيراهن على زيق قمة انها تكون بريقة امن العالم ما الذي يجري؟ الذي يجري هو التفاع في درجات حرارة الارض بصورة غير بسبوقة نتيجة من زيادة الانبعاثات اللي موجودة وهذه زيادة الانبعاثات بتكون بسبب الوقود الاحفوري بسبب اجراءات اخرى بتتعمل وفي نفس الوقت اللي بنأمل من القمة ان الدول الصناعية تحدث الخطط بتاعتها لخفض الانبعاث ومصر على فكرة انا مش عارفة هل تتعرف القبر ده ولا لا انا كنت قلت لك قبل كده في المداخلة ان احنا نسبة الانبعاثات بتاعتنا اقل من واحد في المية احنا مؤخرا من اسبوعين سيادة الرئيس اعلن عن تقديم مصر الخطة المساهمات الوطنية اي خطة المساهمات هي خطة بنرفع فيها الطموح لخفض الانبعاثات لنكون قدوة الحقيقة مش فقط للدول الصناعية للدول الاخرى ان كلنا لازم نتكاتف وضع اجراءات حقيقية لتقليل هذه الانبعاثات خاصة من القطاعات الاكثر تأثيرا تصديرا هذه الانبعاثات وهو قطاع الضق طيب النهاردة يمكن امريكا والرئيس الامريكي النهاردة واضح بياخدوا اجراءات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية عايزين يعملوا حالة طوارق متعلقة بالتغيرات المناخية الترتيباتنا والسعدادات لقمة المناخ ان شاء الله احنا طبعا بنستعد على المحتوى الريكي لتنظيم هذا المؤتمر بتحويل مدينة فرم الشيخ لمدينة خضراء النقل القهربائي منظومة المخلفات وزارة السياحة والأثار بتشغل على تحويل الفنادق لفنادق خضراء بنتكلم على زيادة القاعات بتاعة المؤتمر في القاعة الحالية الموجودة في قاعة المؤتمرات بنتكلم على شركاء لبيادة الزخم حول هذا المؤتمر سواء من القطاع الخاص من المنظمات الدولية بنتكلم على مؤتمر شغولي وجود منظمات المجتمع المدني والشباب في هذا المؤتمر ووجود جلسات مخصصة لهم فعندنا يوم للمجتمع المدني يوم للشباب يوم للطاقة موضوع الميا من ضمن الموضوعات المطروحة وده أول مرة يطرح على أجندة هذا المؤتمر وللموضوعات أخرى برضو بنتكلم عليها زي المرأة فالحقيقة إحنا شغالين من خلال اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء في وجود 12 أو 14 وزير حاليا كل حد له شك سواء فني أو شك لوجيسكي بفاعده هل العالم بصراحة يعني وأنا معلش طولت مع حيك ولكن مهم كمان العالم عنده جدية بصراحة لإنقاذ الكوكب في جدية في بعض الدول اللي بنقول إن هي حدثت خطة المفاهمات الوطنية وعايزة إن هي تعمل يعني فارق في التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وفي دول لسه بنحاول إن إحنا نشد وندغط على إن هي تقوم بتقديم اللي مطلوب التقديم اللي مطلوب هنا سيد أحمد ما هواش فقط التمويل ودي برضو قصة أخرى بنتكلم فيها المئة مليار لإن إحنا النهاردة الدول النمية لم تتسبب في هذه الانبعاثات بي محادثات معايير فبالتالي اتفاق فاريس قال إيه مدام أنا لم أتسبب في هذه الانبعاثات الانبعاثات لازم إن أنا أدفع بحد تاني يدفع تمن ده التمن هنا تكنولوجيا وتنمية قدرات وتمويل ولكن اللي بنحاول إن إحنا نحس فيه أكتر بجانب التمويل وفكرة التمويل المبتقر والقطاع الخاص لازم يبقى له دور جامد لإنه هو الانبعاثات بتطلع أصلا من جزء جير من القطاع الخاص والشركات الخاص إن إحنا بنقول للدول دي اللي يجب تعملي خطط توصلي لصفر انبعاثات قبل عام 2050 وده حتة مهمة جدا إن الخطط دي تقدم على طاولة مؤتمر المناخ لإن دي توصية طلعت من مؤتمر جلال فعشان كده كان سياسة رايس حريص جدا إن مصر ما تقدم في الخطة بتاعتها في نوفمبر مع بداية المؤتمر وإن إحنا نقدمها قبلها وجاء الحقيقة جلنا شكر وسناء من سكرتارية الاتفاقية إلى مصر برغم قلة انبعاثاتها هي ما قدمتش هذه الخطة فقط كخطة إجراءات وسياسات إحنا حطينا أرقام كمية في هذه الخطة بالنسب انبعاثاتها نقفضها بحلول عام 2030 سيدة الوزيرة ياسمين فؤاد بشكرك شكرا جزيلا